مشاهدين العزاء سنحاول في هذا العرض التوقف على أبرز المحاور والمواقع والمدن التي دارت فيها هذه الاشتباكات على مداري اليومين الماضيين الاشتباكات الموسعة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بدأت في ثلاثة محاور رئيسية هي العاصمة الخرطوم ومدينة مروي في أقصى الشمال والفاشر ونيالة في أقصى الغرب بالإضافة إلى الأبيض وكستي في أقصى الجنوب مثل هذه المحاور اتجاهات المواجهات الرئيسية التي اندلعت منذ يومين تركز هجوم ميليشيا الدعم السريع على السيطرة على عدة أهداف مدنية وعسكرية منها مطار الخرطوم ومطار مروي ممن القيادة العامة لقوات المسلحة السودانية وكان التجهيز التسليحي لميليشيا الدعم السريع عبارة عن عربات الدفع الربعية للمعدلة بأسلحة خفيفة ومتوسطة وتصدى الجيش السوداني لهذه المحاولات تؤكد سيطرته التامة على الموقف العام للعمليات في البلاد وسيطرته على جميع المقرات الاستراتيجية في الدولة اللفت ان الجيش السوداني لم يستدعي اي من قواتي خارج العاصمة حسب ما اعلن قادته في وقت سابق فيما اعلنت القيادة العامة للجيش السوداني السيطرة والاستلاء على قواعد ومقرات ميليشيا الدعم السريع في مدن بورسودان وكسلا والقدارف والدمازين وكوستي وجادوجلي ومعسكر كيري في شمال اومدرمان فيما اشار مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية الى سقوط اكبر قاعدة لميليشيا الدعم السريع في كيري في جبل سركاب تحت يد القوات المسلحة والاستلاء على كل آلياتي واسلحتي وعتاد الميليشيا المتمردة كما نرى في هذه الصورة في الاتجاه الجنوبي الغربي من البلاد واستمرارا لاخبار استسلام عدد من وحدات ميليشيا الدعم اعلنت القيادة العامة للجيش السوداني ان الفرقة الرابعة مشاه تسلمت 35 عربة لاندو كروزر من ميليشيا الدعم السريع بكامل اسلحتها وعتادها وفي بيان ان صدر اليوم توجه الجيش السوداني بالشكر والعرفان للشعب الذي برهن ولاءه واثقته في القوات المسلحة واتابع البيان ان احتفالات المواطنين من نجاحات القوات المسلحة تعكس العلاقة الفريدة بين المواطن السوداني وجيش بلاده